جلسة طارئة يعقدها مجلس النواب ظهيرة اليوم تبدأ الجلسة الساعة 12 الظهر وتشمل في هذه الجلسة عرض أسماء 13 أو حملت 13 حقيبة وزارية أو ما بين قصين حقيبة سياسية شوف أنت بتحب أنه مصطلح ويوافق مجلس النواب على هذه التعديلات التي تشمل 13 وزارة تعالوا نشوف مع بعض الوزارات اللي شمالها التعديل ويمكن حضراتكم أكيد بتتابعوا الأخبار من صباحية ربنا إحنا عندنا في القناة كنا عاديين بنتابع لحظة بلحظة بنعرض على حضراتكم كل الأمور لكن خلونا في الإعادة إفادة زي ما بيت قال الدكتور رضح جازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني دكتور محمد أيمد عشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان سيدة سهى سمير ناشد وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج الدكتور هاني سويلم وزير للموارد المائية والري سيد أحمد عيسى وزيرا للسياحة والآثار مهندس أحمد سمير علي صالح وزيرا للتجارة والصناعة طبعا هنا بدون قصين الزميل أحمد سمير والصديق العزيز جدا أحمد سمير ربنا يوفقك معالي الوزير هنا بقى رسمي ربنا يوفقك يستحق يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الدعم مننا ويمكن معالي الوزير أحمد سمير أو النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية خلال السنتين اللي فاتوا وكان وكيلا للجنة الاقتصادية خلال خمس سنين اللي قبلهم رجل يستحق الدعم جدا 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 رجل زكي جدا 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 نشيط جدا 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 رجل يهتم بأدق التفاصيل إلى أبعد الحدود بالزمالة وبالصداقة دي شهادتي أمام الله سبحانه وتعالى دي حاجة شهادة غير مجروحة على الإطلاق يعني أنا بقول اللي أنا شفته من الراجل في مزاملة وصداقة استمرت لمدة سنتين وأتمنى أن هذه الصداقة تستمر بإذن الله إلى أبد الأبدين يعني ربنا يكتب لنا العمر أقدر أقولك أنه لو تفتكر النهاردة حتى مهندس أحمد سمير أو وزير الصناعة الجديد مهندس أحمد سمير قال وأتمنى من زملائي يخفوا علي شوية لما بأجيلهم المجلس إحنا مش هنقدر نخف معالي الوزير دي شغلتنا وشغلتك بقى إيه إبهرنا وإبهر الناس أدها وقدود كل التوفيق ربنا يوفقوا يا رب نستكمل مع بعض مع حضراتكم التعديل الوزاري طبقا للتعديلات اللي تم إقرارها أو الموافقة عليها من المجلس النهاردة سيدة الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيرا للطيران المدني أيضا سيد حسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوة العاملة الدكتورة نيفين يوسف الكلاني وزيرا للثقافة سيدة اللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية كل الناس بتحب هذا الرجل في محافظة البحيرة من زمان من قبل ما يبقى محافظ وكل الناس بتحب هذا الرجل الناس بتحبه لأنه كان من المحافظين البارزين جدا في شغلهم هو طول الوقت الرجل الحقيقة كان حاضر مع الناس وأظن يعرف أهالي البحيرة واحد واحد طبعا مش بتكلم على إجمالي عدد المواطنين لكن هو عارف كل من بيده أمر ما داخل المحافظة عارفه بالاسم وبيتواصل مع الناس ولو أي حد كان عايز حاجة في البحيرة في فترة تقلده لمنصبه كمحافظ كان من أسهل الأمور أنك تروح وتبعث وتطلب مقابلة المحافظ كان يقابلك ويحاول قدر الإمكان أنه ينفذ لك طلباتك الرجل مؤمن جدا بأنه شغلته الرئيسية هي خدمة الناس فتهنينه الحقيقة لست اللواء هشام أمنى محافظ البحيرة السابق وزير التنمية المحلية الحالي الرجل الحقيقة الحقيقة ما شف تحد إلا وبيشكر فيه ما شف تحد إلا وبيشكر فيه وده من وقت ما كان محافظ ومن قبل طيب خلونا يمكن نكمل مع حضراتكم التعديل الوزاري سيادة اللواء محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي طيب أيضا الدكتور محمود مصطفى أسمت وزيرا لقطاع الأعمال العام حلو كده التعديل الوزاري يعني إحنا قلناه قدام حضراتكم حضراتكم طبعا عارفين أن التعديل ده جيه بقرارات من أو بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب للإنعقاد لمناقش التعديل بعض الحقائب الوزارية ده بعد التشاور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إيه الهدف من التعديل أقدر أقول لك المعلن جدا والمعروف والمنطقي بالمناسبة فيه احتياج لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات ومن هنا ارتقى الرئيس أنه يقوم ببعض التعديلات على الحكومة في فرق كبير ما بين تغيير الحكومة والتعديل على الوزارة اشتركوا في القناة